السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام هناك الكثيرون أعينهم مستيقظة وقلوبهم نائمة وقبل ما نبدأ لو بتحب أفلام الفنون القتالية والانتقام وأفلام الحركة والأكشن يبقى تدخل لقناتنا الجديدة HD Action هينزل عليها كل يوم فيلم بأسلوب حماسي هتلاقوا رابط القناة في الوصفة أو على الشاشة يلا يا أساطير هنستناكم هناك عن أكشنا وبيبدأ مسلسلنا النهاردة المقتبس عن رواية أم مثالية للكاتبة نينا دارنتون في برلين في الألفينيات وبنشوف هيلين وهي زوجها وربة منزل وهي مستنية زوجها ماتياس دكتور الجراحة علشان يحتفلوا بعيد ميلادها مع ابنهم لوكاس وبيصورهم لوكاس صورة عائلية وبيبعتها الأنيا أخته الكبيرة اللي بتبقى عايشة بباريس وبنلاحظ ان هيلين زعلت لان بنتها ما اتصلتش تهنيها بعيد ميلادها وتاني يوم بتتفاجئ هيلين باتصال من بنتها بتقول لها فيه انها راحت لحفلة مع جولي زميلتها في السكن الجامعي في الليلة اللي فاتت ووقتها تعرفت على دميان شاب معهم في الجامعة وبعد الحفلة راحت معا البيتو وبتقول لها انها مش فاكرة غير انها فقدت الوعي ولما فاقت لقيت دميان مقتول ووقتها خافت وهربت وما اتصلتش بالشرطة لكن الشرطة عرفت توصلها عن طريق موبايلها اللي كان في بيتو وبتقول لهم انها خايفة ان الشرطة تتهمها بالقتل فبتطمنها ممتها وبتقول لها انها معاها على الخط وبتدخل انيا للقسم وبيقول لها ماني الزابط المسؤول عن القضية انها مقبود عليها للاشتباه فيها في تهمة قتل دميان فبتبلغ ممتها بمكان القسم وبتقفل معاها وبتحجز ممتها تذكرة الباريس علشان تروح لها فبيقول لها زوجها انه هيروح معاها فبتطلب منه يفضل علشان خاطر امتحانات ابنهم وعلشان شغله وبتقوله انها هتبلغ بكل حاجة وبتسافر لباريس وفي القسم ماني بيسأل انيا هي ليه ما بلغتش الشرطة وقت الجريمة فبتقوله ان فيه تاجر ممنوعات جيل الشقة وتخانق مع دميان ولما حاولت تدافع عنه التاجر ضربها وبتقوله انها مش قادرة انها تتعرف على ملامحه لان الاضاءة كانت ضعيفة وانها وقتها خافت واستخبت في الحمام وفقدت الوعي فبيسألها ليه ما بلغتش الشرطة وليه تخلصت مما لبسها اللي كان فيها اثار من دم دميان فبتقوله لان موبايلها كان في الشقة وهي هربت منها بعد ما شافت جسد دميان لانها خافت ان القاتل يبقى لسه موجود في الشقة وانها تخلصت مما لبسها علشان كانت خايفة وفي الوقت ده بتوصل هيلين للقسم وبتقتحمه وبتحاول انها توصل لبنتها لكن الزابط ماني بيمنعها وبيخرجها برا القسم فبتشوفه هي خارجة من القسم صورة لمسرح الجريمة وبتتأكد ان بنتها استحالة انها تكون هي اللي قاتلت بالوحشية دي فبيقول لها ماني انه احسن حاجة علشان تساعد بنتها وده كان حبيبها ايام الجامعة ومحامي مشهور وبيستغرب دوك لما بيشوفها فبتقوله انها محتاجة لمساعدته لان بنتها متهمة في جريمة قتل فبيوافق انه يساعدها وبيروح معاها على القسم وبيقول لها ان ماني صديق لي وان وافق انها تشوف بنتها وبتدخل هيلين وبتحضن بنتها وبتطمنها فبتقول لما ميتها نفس الكلام اللي قالته في التحقيق وبتقول لها ان دميان هو اللي خاف عليها من تجري الممنوعات وطلب منها تجري وتقفل على نفسها باب الحمام وبتقول لها انها كانت خايفة وفقدت الوعي ولما فاقت خرجت ولقيت دم في كل مكان وانها تزحلقت في دمه ووقتها سمعت صوت جوه الشقة فخافت ان القاتل يبقى لسه موجود وعلشان كده هربت وسابت موبايلها فبتقول هيلين لماني ان بنتها ضحية وانهم المفروض انهم يدوروا على القاتل فبيهديها دوك وبياخدها الخارج القسم وبيقول لها ان دا دور الشرطة انها تحقق في الكلام اللي قالته بنتها وبيقول لها انه هيرجع للقسم وهيشوف الادلة والتحقيقات وبيعرض عليه ماني تسجيلات كاميرات المرأبة اللي في العمارة وبيقوله انه مفيش حد دخل العمارة غير انيا ودميان وبيقوله انهم اكتشفوا ان ساعة دميان الدهب مش موجودة هي وخمستاشر الف يورو وانه قدام حالة قاتل بغرض السرقة فبيحتار دوك وبعدها بتتصل هيلين وبتبلغ زوجها باللي حصل وبتقوله ان المحامي هو زملها من ايام الجامعة وانها هتبلغ بكل معلومة توصلها وبتنهي المكالمة في الوقت اللي بيوصلها في دوك وبيقول لها ان الشرطة شكة في آنية علشان الفلوس والحاجات المسروقة من الشقة وان دميان واريس عيلة لها علاقات كبيرة في باريس وانهم مش هيسكتوا على قتل ابنهم وبيقول لها انهم هيستنوا نتيجة تحليل دم آنية علشان يشوفوا هي خالت ممنوعات ولا لا وبيقول لها ان العمارة ما فيهاش غير جارة واحدة بس عايشة لوحدها فبتقوله هيلين ان بنتها مش بتجدب وان ممكن يكون تاجر الممنوعات دخل من مدخل تاني بعيد عن كاميرات المرأبة فبيطمنها دوك وبيقول لها انه هيتأكد من المدخل التاني عن طريق كاميرات المرأبة الموجودة في الشارع ووقتها بتحس هيلين بالإحراج لانها هي اللي قطعت علاقتها مع دوك من 25 سنة وسافرت لألمانيا فبتقوله انها بعدت عن باريس بسبب ممتها وانه كان ممكن يتمسك بيها ويديها الأمان اللي فقدته مع ممتها فبيقول لها انها ما دتهمش فرصة وهربت بعيد عنه وبعدها بيوصلها للفندق وبيمشي والتاني يوم بيتكلم ماتياس مع زوجته وبيقول لها انه عاوز يجي الباريس ويقف معاها ومع بنته في الأزمة دي لكنها بتطمنه انهم بخير وبتطلب منه يهتم بابنهم لوكاس وامتحاناته ويهتم بشغله وبتنهي المكالمة لما بتشوف في الأخبار كلير مامي الداميان وصاحبة أكبر ماركة لمستحضرات التجميل في فرنسا وهي بتتكلم عن مقتل ابنها وبتطلب من الشرطة انهم يجبوا لها حق ابنها من اللي قتلته وبتتهم أنيا بأنها القاتلة فبتنهر هيلين من الحزن والخوف على بنتها وفي الوقت ده بيقدر دوك انه يلاقي مدخل تاني للعمارة وبيروح يقابل هيلين وبيقول لها ان اللي داخل شق الداميان دخلها عن طريق العمارة اللي جنب عمار الداميان وبيوريها الصورة اللي جابها من كاميرات المرأبة في العمارة التانية وهي صورة واحد ملسم ولابس كابي سبول وبيقول لها ان ده هيأكد كلام بنتها وبيقول لها ان خطوتهم الجاية هي انهم يلاقوا جولي زميلتها في السكن اللي كانت معاها في الحفلة وبعدها بتروح هيلين لسكن الطالبات وبتتعرف على سوميا وهي مستأجرة غرفة أنيا من الباطن وبتصدم هيلين لما بتعرف ان بنتها مش عايشة في السكن الجامعي وانها مأجر غرفتها من الباطن وبتقول لها سوميا ان اللي تعرف عنوان سكن آنيا هي جولي صاحبتها وبتقول لها ان جولي بتشتغل في كافيه على اول الشارع فبتروح هيلين على دوك وبتسأل جولي عن المكان اللي بتسكن في بنتها لكن جولي بترفض تقول لها اي حاجة وفي برلين بيبقى مات يسأل ان على قضية بنته وبيروح يقول لابنه على القضية اللي متهمة فيها اخته وبيطمنه انها هتخرج منها بسرعة وبيطلب منه يركز في امتحاناته لكن لوكاس بيبقى الان جدا على اخته وتاني يوم بيتصل دوك بهيلين وبيقول لها انهم اكتشفوا ان انيا بتجدب لان التحليل اثبت ان حمضها النووي موجود على السكينة وعلى جسد داميان وان اجزاء من جلدها موجودة تحت اظافر داميان وبيقول لها انها يروح وهيتكلم مع بنتها وبعدها بتتفاجئ هيلين باتصال من سوميا بتقول لها فيه انها عرفة المكان اللي كانت قاعدة فيه انيا وهو ملجأ للنساء اللي بيتعرضوا للاعتداء فبتستغرب هيلين وبتروح للملجأ وبتتكلم مع المديرة اللي بتقول لها ان انيا بتشتغل مستشارة في الملجأ وبتدي استشارات قانونية مجانية للنساء وبتقول لها انها سابت الجامعة من ست شهور وبتشتغل معهم وان هي اللي طلبت انها تسكن في الملجأ علشان تفيد اكبر عدد من اللي محتاجين مساعدة وبتودي هيلين لغرفة انيا وبتشوف هيلين في الغرفة صورة اللي بنتها مع جولي وشخص تاني شبه نفس الشخص الملسم اللي وره لها دوك فبتاخدوا الصورة وبيروح دوك يقابل انيا وبيحاول يطمنها وبيقول لها انه هيدافع عنها في كل الاحوال وبيطلب منها تسق فيه وتقوله الحقيقة فبتقوله انها ما قتلتش داميان لكنها لما شافته في الحفلة اعجبت بوسمته وهي اللي تعرفت عليه وبتقوله انها لما راحت معال شايته اتفاجئت بيه بياخد ممنوعات وبعدها بيعملها بعنفه واغتصبها وبعد كده جريت للحمام وقفلت عليها الباب وفقدت الوعي من الصدمة ولما فاقت سمعت صوت تاجر الممنوعات اللي كان متفق مع داميان قدامها انه يجيله الشقة وبعدها سمعت صوت خناء وتكسير وفجأة سكت كل الاسوات فخرجت وتصدمت بان داميان مقتول ووقتها سمعت صوت جوه غرفة النوم فخافت ومسكت السكينة علشان تدافع عن نفسها ورمت السكينة اول ما وصلت لباب الشقة وهربت وبتقوله انها علشان كده رمت ملابسها وما بلغتش الشرطة علشان كانت خايفة ومصدومة من اللي حصل وبعدها دوك بيبلغ هيلين باللي اعترفقته ببنتها فبتتصدم علشان اللي حصل لبنتها وبيقول لها دوك انهم هيعملوا البنتها فحص اغتصاب وهيعرضوها على طبيبة نفسية وبيقول لها ان خبر الاغتصاب مش في صالح بنتها لانه هيأكد على وجود دافع عندها للقتل ووقتها بتوري هيلين الصورة اللي لقيتها في غرفة بنتها فبيقول لها ان دا معناه انها حس من جواها ان بنتها بتجذب وبيقول لها انهم قدام احتمالين واحد منهم ان بنتها بالداري على القاتل والتاني انها هي اللي قتلت والشخص التاني هو اللي بيحميها والتاني يوم بينشر مرشال وهو صحفي حوادث فيديو لقال انيا وهي في الحفلة بترقص وبتتقرب من دميان وفي الوقت نفسه بتتفاجئ هيلين باديل ما ميتها جاية وبتقول لها انها جاية تساعدها فبتتعصب عليها وبتقول لها انها مش محتاجة مساعدتها فبتمشي اديل وهي حزينة على علاقتها ببنتها وبعدها بتتصل هيلين بزوجها وبتقول له على اللي حصل لبنتهم فبيقول لها انه هيجي البريس فبتقول له انه مش هيعمل لهم حاجة وتاني يوم بينتشر الفيديو وبيشوفه لوكاس وكل زميله بيديقوه فبيجري وبيبعد عن المدرسة وبتتصدم هيلين لما بتشوف الفيديو صور الحفلة وبتشوف هيلين في الصور صورة الاسيل مع بنتها فبتعمل بحثه وبتعرف انه اسيل اخت داميان وبتعرف عنوانها وبتروح تتكلم معاها فبتقول لها اسيل انه اهوها كان متربي على الانانية وانه ياخد كل اللي هو عاوزه لانه الوريس الوحيد في عائلتهم وبتقول لها انها نصحت انيا تبعد عنه لكنها ما سمعتش كلامها فبتسألها هيلين عن الشخص المجهول اللي معاها ومع بنتها في الصورة فبتقول لها انه اسمه كمال وانه انيا كانب بتساعده لانه من اللاجئين وفي نفس الوقت بتتكلم كلير مع الصحفي مارشال وبتعرض عليه فلوس كتير مقابل انه يدور ورا انيا ويثبت انها القاتلة وبتقوله انها متأكدة انها هي اللي قتلت ابنها فبيقبل العرض بتاعها وفي بيرلين بيوري لوكاس الفيديو المنتشر عن اخته البابا فبيقوله بابا انه اخته مظلومة وانها اغتصبت فبيقوله لوكاس انه عارف فبيستغرب ماتياس ازاي ابنه عارف الخبر فبيبان على لوكاس الارتباك وبيقوله انه عارف من مامته وبيبان ان لوكاس مخبي حاجة عن بابا وفي الوقت ده دوك بيبلغ هيلم بان جاري الدميان ما قالتش حاجة مفيدة للشرطة وبيطلب منها انهم يروحوا يتكلموا معاها فبيروحوا لها وبتترجاها هيلم فبتقول لها انها سمعت في الليلة دي صوت بنتها وهي بتصرخ باعتراض وانها سمعت صوت شخص ثالث مع بنتها وداميان ووقتها بتتأكد هيلم ان بنتها ما كانتش بتجدب وان في حد ثالث كان موجود في الشقة وبالليل بيتفاجئ ماتياس بان ابنه مش في البيت وبيبقى لوكاس رحل الكافي مع مية صديقته وفي الكافي بيتريق علي ليو صديق اخته السابق فبيتخانق معا لوكاس لكن ليو بيدرابه فبيفقد الوعي وفي الوقت ده في فاريس بيتصل ماني بدق وبيقوله ان نتايق تحليل الدم ظهرت وانهم اكتشفوا في دم آنيا مخدر جي اتش بي وهو مخدر الاغتصاب وبيقوله انهم عرفوا تاجر الممنوعات اللي بيتعامل مع داميان واسمه باش فبيقوله دوك ان ده معناه ان أنيا ما كانتش بتجدب وانهم ممكن يفرجوا عنها على زمة القضية فبيقوله ماني انهم هيفرجوا عنها قريب وبتسمع هيلم اللي بتبقى مع دوك مكلمة ماني وبتحزن للي حصل لبنتها وفي الوقت ده في بيرلين بياخد ماتياس ابنه للمستشفى علشان يعالج جرحه وهنا لوكاس بيلون بابا انه سايب اخته ممطل وحدهم في باريس من غير اي سند فبيتعصب ماتياس وبياخده بيوري حالة فريدة البنت اللي بيعالجها وانه مش بعيد عنهم بمزاجه لكنه علشان بيساعد ناس تانيين محتاجينه فبيقوله لوكاس انه اخته محتاجة ابي بقى جنبها وبيعترف له ان اليو كان مرتبط باخته وكان بيضربها وانه اخر مرة اغتصابها ومن وقتها قررت انها تبعد عنه وتسافر لباريس علشان تنسى وبيقوله ان كل اللي بيحصل ده بسببه لانه دايما بيهتم بشغله وسايبهم لوحدهم وبيقوله انه حاليا بيكرر نفس الموضوع وسايبهم لوحدهم وفي باريس دوك وهيلين بيقدروا يوصلوا لمكان باش وبيقرر دوك انه يبلغ عنه الشرطة لكن هيلين بتطلب منه انهم يروحوا يشوفوا اذا كان هو نفس الشخص اللي في الصورة مع بنتها ولا لا فبيروحوا للمكان وبيطلب منها دوك انها تقعد في العربية وبيقرب دوك من المكان فبيشوفوا تاجر ممنوعات وبيشك انه من الشرطة فبيضربوا وبيرمي من فوق على عربيته فبتنهر هيلين وبتاخدوا للمستشفى والتاني يوم بتبقى أنيا في جالسة مع الدكتورة النفسية علشان الاغتصاب اللي اتعرضت له وبنشوف أنيا وهي بتستغل خروج الدكتورة من العيادة وبتكلم شخص مجهول وبتطمن عليه وبتبلغوا انهم هيفرجوا عنها وانها ما جابتش سيرته وبيوصل ماني للمستشفى وبيلوم هيلين انهم عرضوا نفسهم للخطر فبتسألوا عن حالة دوك فبيقول لها انه نجى بقعجوبة فبتفرح والتاني يوم بيكتمع ماني مع فريقه فبيقول له واحد منهم ان الجارة شهدت بان وقت القتل سمعت صوت أنيا وان ده معناه ان أنيا بتجدب وانها ما كانتش في الحمام وقت الجريمة فبتعترض الدكتورة النفسية وبتقول ان مخدر الاعصاب بيشوش على الزاكرة وان أنيا اكيد مش فاكرة ليلة بكل تفاصيلها فبيأمرهم ماني انهم يقبضوا على باش وبعدها بيتصل بهيلين وبيبلغها بخبر الافراج عن بنتها على زمة القضية وبيطلب منها انها ما تسفرش هي وبنتها لحد ما القضية تنتهي وبعدها بيستجود ماني باش اللي بيقوله انه فعلا شاف دميان في الحفلة وانه بعلوا الممنوعات وبيقوله انه من بعدها ما شفوش تاني لانه راح وسهر مع اصدقاءه وعنده شهود بكده ومش بيكون عند ماني اي ادل على باش فبيضطر انه يفرج عنه وفي الوقت ده هيلم بتاخد دوك من المستشفى وبتوصله للبيت وبعدها بتروح تستيلم بنتها من الاسم وبتضطر هيلم انها تروح مع بنتها لبيت ماميتها علشان يهربوا من الصحفيين وفي الوقت ده مارشال بيتصل وبيبلغ كلير مامي الدميان ان انيا خرجت من السجن وانها بتتهم ابنها انه اتصبها فبتتعصب كلير وبتقوله انها متأكدة ان هي اللي قتلت ابنها وبتقوله انها بتتفعله علشان يجيب لها ادلة ان انيا هي القاتلة وبتنهي المكلمة وفي بيت اديا بتاخد انيا موبايل ممتها وبتكلم باباها وبتطمنه عليها فبيقول لها باباها ان لوكاس قاله على اللي كان بيعمله اليوم معاها وبيقول لها انه زعلان لانه موقفش جنبها ودافع عنها وبيعتذر لها وبيقول لها انه بيحبها وبينهي المكلمة وبعدها بتقول هيلم لبنتها انها عرفت انها سابت الجامعة وانها بتشتغل في ملجأ للنساء وبتسألها ليه خبت عنها فبتقول لها علشان ما كانتش هتوافقها على اللي بتعمله وبتتهمها انها طول الوقت عاوزاهم عيلة مثالية ومتفوقة علشان تثبت قدام نفسها انها ام مثالية وانها بتعملهم احسن ما جدتها كانت بتعملها فبتتدايق هلم من نفسها وبتروح للملجأ علشان تجيب لانيا ملابس ليها من غرفتها وفي الوقت نفسه في برلين بنشوف ماتياس وهو بيمشي ورا ليو وبيهجمه بيضربه على معاملته لبنته فبيصدمه ليو بيقوله ان بنته مش بتحبه وشايفاه انه اناني ومش بيحب غير نفسه ونجحه بس فبيتصدم ماتياس وبيسيبه وبيمشي وبعدها بيلاقي رسالة من مية بان ابنه ما حضرش اخر امتحان ومشي فبيتعصب وفي الوقت نفسه بتبقى انيا بتبعت رسايل لشخص مجهول من موبايل ممتها وبتطلب تقابله في الحديقة اللي جنب بيت جدتها وبتخرج انيا وبنشوف مارشيل وهو بيرقبها وفي الوقت ده بتوصل هيلن لغرفة انيا وبتتصدم لما بتلاقي علبة مخدر الاغتصاب موجودة تحت الحط في غرفة بنتها فبتاخدها وبتروح لدوك وبتقوله انها متأكدة ان بنتها كانت بتجدب عليها وانها مش عارفة الحقيقة فين وبتسأله عن رأيه فبيقول لها ان مهمته انتهت وان الشرطة مصدقة انيا فبتقوله ان بنتها بتقول عنها انها بتعمل حياة مثالية لكن الحقيقة ان كل علاقتهم كعيلة مزيفة وبتقوله ان بنتها معاها حق وانها طول الوقت بتخدع نفسها بانها سعيدة وانهم عيلة سعيدة لكن الحقيقة عكس كده وفي الوقت ده بنتفاجئ بان انيا بتقابل كمال وانهم بيحبوا بعض وبيقول لها كمال انه الان بسبب اللي حصل يوم الحادثة فبتطمنوا بانها ما جابتش سرطه وبتطلب منه انه يسافر برا البلد علشان الشرطة وصلت لسرطة وهو ملسم وانها طلبت تشوفه علشان تودعه علشان هترجع لبرلين وفي الوقت ده بتشوف مارشال وهو بيصورهم فبتخاف على كمال وبتطلب منه يهرب بسرعة فبيجري ووقتها بيبعت مارشال الصور لكلير فبتؤمره انه يبعت الصور للشرطة وبعدها بيتصل ماني بتوك وبيقوله على الصور اللي وصلت له لانيا مع كمال وبيسأله عن مكانها فبيقوله دوك انه هيجبها له وفي الوقت ده بتاخد انيا فلوس من شنط جدتها وبتهرب وبتقدر هيلين انها تلحق بنتها قبل ما تهرب وبتقول لها انها محتاجة تتكلم معاها وبتاخدها وبيرجعوا لشقة جدتها وفي نفس الوقت في برلين بيبقى ماتياس الان على مستقبل ابنه اللي ما حضرش اخر امتحان ليه لكن ابنه بيلومه بيقوله انه مش اب كويس علشان ما ساعدش انيا في اللي حصل لها فبيحس ماتياس ان كلام ابنه حقيقي وبيحس بالزنب لانه ما كانش اب كويس لأولاده فبياخد ابنه في حضنه بيقرر انه يهتم بأولاده وفي الوقت ده في شقة اديل بتبقى انيا متوترة وبيقول لها دوك انها لازم تروح وتسلم نفسها للشرطة وبتسألها ممتها مين هو كمال فبتقول لها انيا انه صديقها فبتسألها ان كان هو اللي كان في شقة دميان فبتعترف لها انيا انه هو فعلا وان اللي حصل كان مش متعمد وبتقول لها انها كانت معجبة بدميان وانها لما راحت معاه لشقته خدرها وضربها واغتصابها وكان هيقتلها فخفت وجريت وحبست نفسها في الحمام واتصلت بكمال علشان يجي ينقذها من دميان وانها طلبت منه يجي عن طريق السطح علشان يدخل عن طريق البلكونة المفتوحة لانها كانت محبوسة في الحمام ولما سمعت صوت كمال خرجت من الحمام ووقتها دميان اتجن لما شاف كمال واتهمه بانه حرامي وهدده بانه هيتصل بالشرطة وبعدها ضرب كمال ومسك سكينة وكان بيتهجم عليها فزقته وقعته وخدت منه السكينة ولما كمال حاول يخدها ويمشو دميان حاول يعترد طريقهم فطعنت السكينة دميان بالغلط واتطر كمال انه يطعنوا اكتر من مرة علشان يهربوا وبتقولهم ان كمال كان بيحميها وبيدافع عنها وانه مش قاتل فبيقول لها دوك ان سكوتها عن اللي حصل هيخليها شريكة في الجريمة فبتقوله انها خافت تتكلم علشان كمال من ليبيا ومهاجر غير شرعي وما عندهوش اي اورق رسمية فبتسألها ممتها لما اتصلتش بيها وهي كانت هتتصرف وهتحميها فبتتفاجئ ممتها بانها بتحب كمال وانها راحت مع دميان علشان تغيز كمال لانها كانت شكة انه مرتبط بحد تاني غيرها لكن بعد اللي عملوا علشانها اتأكدت انه بيحبها ولما بتسألها ممتها عن مخدر الاغتصاب اللي لقيته في قضتها في المالجة بتتصدم انيا وبتقول لها انها معرفتش هو ازاي وصل لقضتها وبتقول لها انه ممكن ان حد في المالجة يبقى مخبي عندها وبتطلب من ممتها انها تساعدها هي وكمال وفي الوقت ده بنشوف كمال وهو بيطلب من جولي انها تساعده وتديله فلوس علشان يهرب بيها فبتلومه انه بيهرب وبتقول له انه كان المفروض انه يروح للشرطة ويبلغ باللي يعرفه فبيقول لها انه ما يقدرش يغضر بانيا وبيودعها وبيشكرها على مساعدته وفي الوقت نفسه انيا بتترجى ممتها انها تساعدها وما تتخلش عنها وبتبقى هيلين مش مصدقة بنتها فبتقول لها انها لازم تروح وتبلغ الشرطة بالحقيقة علشان تقدر تساعدها وبيطلب دوك من انيا رقم كمال فبترتبق وبتقول له انها مش حفظها فبيقول لها دوك انه لو كمال هيرب فهي هتتسين وهتشيل القضية لوحدها وبياخدها وبيروح للشرطة وبتقول له هيلين انها هتروح تدور على كمال وفي الوقت ده في بيرلين بيقدر ماتياس انه يجيب فرصة لابنه علشان يمتحب مرة تانية وما تروحش السنة عليه وبعدها بيبلغوا انه هيسافر علشان يكون جنب اخته في باريس وفي باريس بتوصل هيلين لعنوان كمال اللي خليته من الملجأ وهناك بتلاقي واحدة مع طفلها في غرفته وبتتصدم لما بتعرف ان كمال متجوز ومخلف فبتصور هيلين بموبايلها صورة كمال مع زوجته علشان توريها لبنتها وبتطلب من زوجة كمال انها تقول لها على مكانه لان الشرطة بتدور عليه فبتقول لها زوجة كمال لو كانت الشرطة بتدور عليه بسبب الفلوس اللي خدها فهو هيرجعها فبتسألها هيلين امتى جاب الفلوس فبتقول لها من اسبوعين وده كان في وقت الجريمة ووقتها بتبعت هيلين الصور والمعلومات اللي عرفتها لدوك ولما دوك بيبلغ انيا بتتصدم وبتوصل لمامتها وبتقول لها انها لازم تعترف على كمال علشان ما تشلش القضية لوحدها وبتطلب منها تتصل بيه وتقول له يسلم نفسه وبتوعدها ان دوك هيساعده وهيدافع عنه فبتوافق انيا وبتتصل بكمال اللي بيقول لها انه في المحطة الشمالية زي ما قالت له فبتقول له انها عرفت انه متجاوز وعنده طفل وبتسأله ليه كذب عليها فبيقول لها انه بيحبها هي وانه هو وزوجته اتجاوزوا في سنه صغير لان دي تقاليد بلدهم فبتحس بالنادم انها بلغت عنه وبتقول له انها بلغت الشرطة عن مكانه وبتطلب منه يهرب فبيدخل مني في المكالمة وبيطلب منه يسلم نفسه الاقرب اسم وبيقول له ان ده المصلحته لكن كمال بيقطع المكالمة وبيكلم زوجته وبيقول لها تاخد ابنهم وتهرب وبيطلب منها ما تسقش في اي حد وتعتني بابنهم وفي الوقت ده بتوصل له الشرطة فبيخاف كمال وبيرمي نفسه من فوق الجسر وبيموت وبعدها ماني بيبلغ هيلين بان كمال انتحر وانهم لقوا معا ساعد داميان وبيقول لها انهم هيعملوا تحليل حمض نووي علشان يعرفوا ان كانت الاسار الموجودة على السكينة لكمال ولا لا وبيقول لها ان بنتها هتتعرض على القاضي وحسب ملابسات القاضية فاكيد هتاخد براءة وتاني يوم بتعرف جوليب اللي حصل لكمال فبتحزن وبتقرر انها تروح لدوك وفي الوقت نفسه بتبقى انيا حزينة على كمال وبتقول انها حبته وفي الوقت ده بيوصل ماتياس وبيشوفوا دوك وبيوصلوا البنت وبيسيبهم وبيمشي وبعدها بتقول هيلين لزوجها انها ما بقتش عارفة بنتها وكأن لها وشين وش يعرفوه ووش مع الناس ما تعرفوش فبيحكي لها ماتياس عن اللي حصل لبنتهم مع ليو وبيقول لها ان لوكاس كان عارف وان اولادهم خبوا عنهم وما كانوش بيسقوا فيهم فبتتصدم وبتحس بالنادم لانها كانت مفكرة نفسها طول الوقت الام المثالية لكن في الحقيقة كانت بعيدة جدا عن اولادها ووقتها بيوصل دوك لمكتابه وبيلاقي جولي مستنياة وبتقوله ان كمال بريء وبتحكيله ان انيا هي اللي خططت لكل حاجة وبعد ما بيسمعها بيروح للمحكمة وبيقابل هيلين وبيحكيلها اللي عرفه من جولي وبيقول لها انه من شهرين جات للملجأ عاملت نظافة واشتكت من ان الدكتور في الجامعة كان بيتحرش بيها وهي مش عارفة تاخد حقها منه ووقتها اتفقت انيا مع جولي انها توقع الدكتور وفعلا بتروح جوليا وبتتعرف على الدكتور ووقتها بتاخد مخدر الاعصاب وبعدها بتبتزوا انيا انه يدفع لها او تتهموا بالاغتصاب فخاف على سمعته ومستقبله ودفع لها اللي هي عايزاة ودي الفلوس اللي كانت زوجة كمال تقصدها مش فلوس داميان وبتكمل جولي وبتقوله ان بعدها بفترة جات بنت للملجأ تشتكي ان داميان اغتصبها ودفع لها تمن سكتها ووقتها بتقرر انيا ان داميان هيكون ضحيتهم الجديدة لكن جولي خافت ورفضت تكمل الخطة ووقتها بتقرر انيا انها تاخد دور جولي في الخطة وفي شقة داميان بتاخد المخدر وبتهدد داميان بانها هتروح للشرطة وهتبلغ عنه لو ما دفعش ليها لكنها بتتصدم لما لقيت داميان مش مهتم بكلامها بسبب الممنوعات اللي شربها ووقتها بيغتصبها فعلا وبعدها بتقدر انها توصل للسكينة اللي كان بيهددها بيها وبتطعانوا بيها بكل الغضب اللي جواها وبعدها اتصلت بكمال اللي بيوصل وبيشوفها وهي منهارة فبيمسك منها السكينة وبيرميها وبيطلب منها انهم يتصلوا بالشرطة لكنها بترفض وبتاخد محفظة داميان وساعته وبتديهم لكمال علشان يهرب بيهم وبعدها بتهرب فبتصدم هيلين من اللي بتسمعه عن بنتها وهي في زهول وبتقول لدوك ان بنتها اغتصبت في بيرلين السنة اللي فاتت وما قالتش ليها لكن دوك بيقول لها ان بنتها مريضة ومحتاجة لمساعدة ولازم يبلغوا الشرطة باللي عرفوه فبتصدموا هيلين وبتطلب منه يساعدها في انها تاخد بنتها وترجع بيها البرلين فبيقول لها دوك انها مش هتقدر تعيش بعد ما عرفت ان كمال مات وهو بريق وزوجته وابنه هيتعذبه من بعده وان بنتها هي المجرمة الحقيقية لكنها بتلح عليه فبيضطر انه يوافق ومش بيتكلم وبعد فترة بتاخد انيا براءة فعلا وبتخرج وبتمسك انيا ايد مامتها لكن هيلين بتسحب ايديها منها فبتعرف انيا ان مامتها عرفت حقيقتها لكنها مش بتهتم وبتمشي مع باباها وبيبعد دوك وبيسيب هيلين تعيش مع ضميرها اللي هيعذبها وبكده بينتهي مسلسلنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات اتش دي فيلم